السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ نصر ربح عبر قناة الأستاذ الناجح تلميذ الأولى متوسط نواصل معكم سلسلة دروس مادة اللغة العربية الفصل الثاني ولمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا تجدون روابطها في صندوق الوصف وأولي تعليق دون أن أذكركم مرجو منكم ضغط على زر لايك والاشتراك وترك تعليق لكي يساعدنا على نشر هذا الفيديو في اليوتيوب على بركة الله نبدأ مع شرح الدرس الأول وهو بسيط جدا ودائما ما يقترح ضمن الفرود وأسئلة الفرود والاختبارات لاحظ معي يقول أحمد شوقي في وصفه للصوم استمع جيدا ستتمتع بعد سماعك لهذا القول أقول الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع أعيد الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع يستثير الشفقة الشفقة ويحض على الصدقة ويكسر الكبر ويعلم الصبر أعيد أعساء التنمين استمع جيدا الصوم حرمان مشروع وتأديب بالجوع وخشوع لله وخضوع يستثير الشفقة ويحض على الصدق ويكسر الكبر ويعلم الصبر عزيزي التلميذ عند استماعك لهذا القول قول أحمد شوقي هل لاحظ أنه يوجد إيقاع صوتي عذب نعم ما هو؟ نلاحظ أنه يوجد اتفاق وتشابه في الحروف الأخيرة لبعض الكلمات التي جعلت القولة لها إيقاع صوتي عذب أقول مشروع بالجوع خشوع خضوع شفقة صدقة كبر صبر إذن نلاحظ أنه يوجد اتفاق وتشابه في الحرف الأخير من الجمل والعبارات فيضيف لاحظ هنا فيضيف يعني ما غرض هذا المحسن فالغرض هنا أنه يضيف على الكلام إيقاعا صوتي عذب وهذا يسمى كما قلت أنه ضمن المحسنات اللفظية في اللغة العربي واسمه هل هو الطباق؟ لا هل هو المقابلة؟ لا هو السجع هو اتفاق وتشابه في الحرف الأخير من الجمل والعبارات فيضيف على الكلام إيقاعا صوتي عذب هذه أعزاء التلاميذ للحفظ والفهم بعد الانتهاء من هذا الفيديو سأعطيكم تطبيقا لكي نتبت هذه المعلومات استخرج السجع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات وكرها لكم قيل وقال وكترة السؤال وإضاعة المال أعيد أعزائي التلاميذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات وكرها لكم قيل وقال وكترة السؤال وإضاعة المال أنتظروا إجاباتكم في التعليقات لاحظ معي عزيزي التلميذ الكلمتين التاليتين الأسد حيوان مفترس وقوي القمر كوكب يدور حول الأرض أعيد الأسد حيوان مفترس وقوي القمر كوكب يدور حول الأرض وهذا المعنى الحقيقي لكلمة الأسد والقمر والمتفق عليه ضمنه والموجود في معجم اللغة العربية والمتفق عليه أن الأسد هو حيوان مفترس وأن القمر هو كوكب يدور حول الأرض دع عزيزي التلميذ فصلت بأن الأسد والقمر له معنى حقيقي لكن عزيزي التلميذ لو تأملت في الجملتين التاليتين رمى الأسد النبال رأيت قمرا يمشي على الأرض أعيد السمع جيدا رمى الأسد النبال رأيت قمرا يمشي على الأرض لو تأملت جيدا مع هذه الجملة وأقول هل يعقل أن الأسد يرمي النبال أكيد هذا غير صحيح ويسمى تعبيرا مجازيا فماذا يقصد بالأسد هنا هل له معنى آخر غير المعنى الحقيقي أكيد هنا يقصد بالأسد أنه الرجل البطل لماذا الرجل البطل لأنه توجد علاقة بين الأسد والبطل في ماذا في القوة في الشهامة في البأس أعيد إذن أقول الرمى الأسد النبال هو ليس تعبير حقيقي حسب المعنى الذين عرفوا عن الأسد بل هو يدل على ماذا سأكتبها لكم أعزائي التلاميذ يدل على المعنى المجازي يعني غير حقيقي أيضا في الجملة الثانية لاحظ معي أو تأمل جيدا معي الجملة الثانية رأيت قمرا يمشي على الأرض بعد سماعي للمعنى الحقيقي للقمر أنه كوكب يدور حول الأرض أي عقل أن القمر يمشي على الأرض أكيد لا فهذا يدل على المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي فماذا يقصد به هنا يقصد بأن هذا القمر هي فتاة ما هي العلاقة الموجودة بين الفتاة والقمر أكيد توجد علاقة بين القمر والفتاة هي الجمال إذن هنا يقصد بأنه بأنه رأى فتاة جميلة تمشي على الأرض وهو يدل على المعنى المجازي إذن أعزائي التلاميذ تطبيق فاصل فقط ونعود مع تطبيق لتثبيت المعلومات السابقة من بين هذه العبارات استخرج العبارات التي تدل على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هذا الرجل كريم الطير يرقص فرحا بنور الشمس السماء تبكي على فراق الأحباب رأيت النباتات مزهرة والأشجار مذمرة في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حساب محيط هذا الشكل ماذا يفعل التلميذ يحسب مجموع الأضلاع الخارجية فقط هذه التي مررت بها بالإضافة إلى نصف الدائرة وهذه وهذه صحيحة لكن الغرض من نشر هذا الفيديو هو مراجعة قواعد حساب محيط الأشكال الهندسية التي تعرض لها التلميذ ضمن الدروس الفصل الثاني في الطريقة الأولى سأعتمد على طريقة التلميذ طريقة الأولى وهي صحيحة 100% كما قلت أنا أردت فقط أن أذكر بقواعد محيط الأشكال الهندسية أولا الشكل الهندسي يبدأ بأول ضلع سأبدأ من هنا كم عندي أعزائي التلميذ تسعة زائد يعني هنا في الطريقة الأولى سأقوم بحساب مجموع الأضلاع الخارجية يعني التي تحيط بماذا؟ تحيط بالشكل إذن عندي هذا الضلع تسعة سنتيمتر زائد هذا أربعة ونصف زائد هذا كم أعزائي التلميذ ملاحظ من هنا من التشفير أن هذا الضلع يقويس هذا الضلع زائد أربعة ونصف هل هذا الضلع من الأضلاع؟ هذا ليس ضمن المحيط بعد ذلك إلى هنا